بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه مرحبا بالجميع مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مريوما للريجيم بدون تكاليف وبدين حرمان الرجيم اللي في خبز ما فيهش حرمان على خطر المشكلة تعنا ديما أنه ما نشبعوش النظر نديرو رجيم الموتو بالشر على خطر نحيو الخبز لكن علش نحيوه مدام كاين البدائل وبالعاني بديت لكم الفيديو بالمقلوب يعني هنا راني في المرحلة تعن طيب في الخبز هذا ديالي باش تشوفوا النتيجة دياله الرائعة ونشجعكم أكثر أنكم تجربوا الوصفة وإذا جربتوها حطونا بعض الصور في جروب الفيسبوك ريجيم بدون تكاليف مع مريوما شوفوا الخبز هذا كيفاش ينتفخ ما شاء الله عليه مشبع جدا وفي حد ذاته وكيما راه وحده يعتبر وجبة كاملة على خطر فيه ألياف فيه بروتين وفيه عدة عناصر أخرى نتمنى انكم تشوفوا الفيديو للأخير باش تاخذوا كل الأفكار على هذا الخبز نبدو الوصفة على بركة الله نحتاجو زرح بيبات بيض كاس إلا ربع حليب كاس ما عندنا كذلك شوفان مطحون بالنسبة للشوفان أنا نفضل نشري الرقائق من بعد نطحنهم في الآلة هذه القهوة والتوابل باش نضمن انه نقي على خطر روح تنشريه مرحي عند اللي يبيعوا التوابل مثلا شفته مع جبني شبين باللي مرحي بلا ما نقاوه إذا ما عندك طبعا ما عليش شريه وشن هو غرب ليه على خطر هو أصلا الشوفان كيف ترحي يترحب نخالطه بكل شيء يعني ما شي اللي زع ما كيت غرب ليه تنحي منه فقط كشت خشولة ليكونوا فيه هنا نحتاج كاس من بعد نشوف بالك نقدر نزيد شوية ونحتاج كذلك طبعا ملح وزرارة حسب الرغبة مثلا حبيتي ديري سانوج ولا بذور شيا ولا زريعة الكتان ولا حتى حبت حلاوة مثلا ولا زريعة البسباس كمون حب المهم أي حاجة حبيتي تنسمي بها بالنسبة لزريعة الكتان وبذور الشيا ملح بزاف ريجيم خاصة في الخبز على خطر يزيدوا يعطيوا إحساس بالشبع أكثر بفضل خاصية الانتفاخ ديالهم هما جربت لوحي شوية من زريعة الكتان ولا بذور شيا في الماء وخليها فترة كتولي لها تلقيها انتفخت وهذاك المحلول وليك شغل لازج كهذاك لي إسراء داخل المعيدة وبالتالي تعطي يعني إحساس بالامتلاء المعيدة الكمية هذه اللي عطيت لكم على المقادر ستخرج لنا حوالي 6 خبزات بحجم خبز الشاورمة اللي نشري وهو برر أول حاجة نديروها رايح ناخذ كاس الماء عادي ماشي ماشي سخون ولا كاس ما عادي فيразуوا 300 ton three uhольшا الآن لها حلrat ما زال لم أتوا ، نستعملوا للحليب الرايب على خطر الحليب فيه مادة اللاكتوز ولي ما هي مليحة للجسم عندما يروب الحليب يختامر هاتي خ crappy تعالي من واحدة tahun تبطر stigma codicida والمليحة للجسم والمات الان most of the matterfor native تغذى وتكبر سوف نشربه رائب سوف يكون مليح للجسم لا يوجد لكتوز فقط سوف نشرب حليب الناس الذين لا تحبون حليب تستطيعون فقط لا تستطيعون البناء أكيد يوجد البيض سوف نحرك نضيف كمية قليلة زريعة كتان بذور شيا سانوج ملح لا تكترون الملح في وصفات الشوفان على خطر الشوفان في حدداته لديه ذوق مالح سهلة جدا الوصفة سوف نضيف ثم نضيف كاس شوفان المطحونة ثم نضيف القوامة قادرة اقل من كاس مستحيلة سوف تحفق الكاس قادرة العجين سوف يكون يشبه لعجينة الكرب هذا يعني درجة التماسك كاس نضيف نضيف قامة نضيف نضيف نصف كاس كمية هذه التي اخذت لي كاس ونصف من الشوفان على خطر الشوفان سوف يعمل كما الفارينة والسميد كل حبة والنوع التحكين التي يشربون وكاين التي لا يشربون فقط هنا اخذت هذه الغلطة صغيرة هذه الزرارة لا نقوم بإمكانها قبل الشوفان ونتأكد بأنه لا يوجد كامل حبيبات إذا لم يأتي حبيبات فنأتي في صفايا نتأكد بالخلط هذا الشباب مليح ثم نزيد زرارة كما اعتقدت هنا زرارة مضطرة اني نحركه كثيرا لكي لا يكونوا ليش فيه هذه الكرابة لا نستطيع أن نصف فيها يعني خلاص طفرت فيها وقدرت زرارة وشنوه ؟ ليس شيئا ما حاجة تخافه بهذا القوام خلاص هنا يراني وجهت العجينة اديالي لازم نخليها ترتاح على الاقل زوج سواياع نغطيها ونخليها من بعد نتلاقو كي نكونوا نطيبو فيه ان شاء الله نحط مقلة على الكخاب فوق النار ندير فيها قطارات فقط من الزيت ونمسحها بورسطة بنسو ولا ورقة تاع المطبخ من بعد نحكم كمية قد المقدار تاع غراف نحطها ونمشيها بطريقة الكخاب كما راكوا تشوفوا نحاول اني نديرها رقيقة مليح خذوا الكيل بالغراف هذا كرايحة الكمية اتخرج لكم كما قلت لكم في الاول ستة خبزات بهذا الحجم ان شاء الله غير تشوفوها باللي نشفت وبدأت تترفض على الأطراف تماما كما ليك خابه نحاول انو نطلعوها كذلك يعني اه نعاونوها حنايا بواسطة هكدايا ملعقة وكي نشوفوها سيبون راهي تتحرك ماشي كامل لسقة نقلبوها ما نخليوهاش حتى تنشف مليح مباشرة رايحين نقلبوها ونبقا وغير نقلبو فيها ونعبزو او مامتون اما بهذا الملعقة هكدايا كامل عندكم اكيد واذا ما عندكش حتى بطرشونه او بهذاك الحطبال اللي نعبزو بها الكسرة لما نكونوا نطيبو فيها المهم لازم نضغطو عليها قد ما ضغطناها قد ما رايح يعطينا هذك الانتفاخ اذا كان جربتي الوصفة ومن تفختلكش معليش المهم انك تحصلتي على خبزة اللي رايح يكون الطري وبنين لكن هي تبعي الخطوات رايحة باذني الله تتنفخ كما شفتي النار تحتها تكون متوسطة ماشي ضعيفة ميتة ماشي قاوية حتى انت تتحرق من بره وما طيبش من الداخل شفتوا في اول الفيديو كيفاش ينتفخ هذا الخبزة الخبزة اللي تنحيوها حطوها فوق طرشونة وما تحطوها مش فوق بعضاهم باش ما يتنداوش مع هذك السخانة اللي فيهم هما الطعم التاحهم يجي اشبه اللي كخاب يجي وطريينة اذا حبيت تستعمليهم مع يعني مثلا ديبس ولا كالشوكولات اللي خدمتها بالتامر وباليورت الطبيعي كان بزاف الوصفات تعنو تيلا الصحية ولا تقدري تعتبره كخبز وتاكلي به الاطعمة المالحة تقدري تجمعيه وتجبديه النهار اللي تحبيه مثلا للعاملات ولا اللي يقرأوا في الجامعة تقدري تحضري كمية منه في عطلة نهاية الاسبوع وتحطيها في المجمد وتدي بالوحدة مع ياورت طبيعي فاكهة شوية سلطة وانتي تغديتي حتى للاطفال يصلح كلمجة صحية بالتوفيق للجميع وغدا يوم افضل ان شاء الله اشتركوا في القناة